بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي للتعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجهزة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتميز في بيتنا مدرسة في بداية حلقتنا نقول طبعا لكل أعزائنا الطلبة والطالبات اللي أسعافهم الحظ وانتقلوا معنا لمرحلة جديدة من الصف الثاني للصف الثالث بنقول لهم ألف مبروك عليكم النجاح إن شاء الله بالتوفيق في حياتكم إن شاء الله إن شاء الله نبدأ مع بعض في مادة جديدة من مواد التخصص بتاعنا وهي مادة الرسم الفني في تخصص الملابس الجهزة أو بنسميها مادة البطرونات أو بنسميها مادة النمازج حسب ما هو متعارف ما بيننا نقدر ندرسها مع بعض وكنا درسناها قبل كده في الصف الأول وفي الصف الثاني وإن شاء الله هنكمل مع بعض في الصف الثالث إن شاء الله ويقدروا تستفيدوا منها بالنسبة لطلبة التعليم الفني تخصص الثلاث سنوات إن شاء الله لما تبقى بالنسبة لهم السنة دي سنة دبلوم بالتوفيق ليهم إن شاء الله يقدروا يستفيدوا منها في مجال حياتهم العملية بعد كده إن شاء الله سواء كان يقدروا يفتحوا مشروع خاص بيهم أو لو هيكملوا في مجال التوظيف في مجال المصانع وبالنسبة لطلبة وطالبات الصف تخصص الخمس سنوات يعني في تخصص الملابس الجهزة بتبقى سنة انتقالية عادي بس إن شاء الله هنتعرف فيها على نمازج مختلفة أو بطرونات جديدة هتفيدنا إن شاء الله برضو في حياتنا خصوصا للطلبة والطالبات اللي بينجزوا معنا أو بينفزوا بأيديهم معنا في الجزء العملي نمازج خاصة تقدر يستنفعوا بيها في أيامهم وفي حياتهم العادية يعني بينفزوا معنا قطعة وإحنا بنشرح البطرون النظري بينفزوا معنا ينفزوا بمأساتهم الطبيعية أو بمأسات أصدقائهم أو إخواتهم بيبتدوا يجربوا معنا البطرون اللي إحنا بنشرحه ده بينفزوا بالحجم الطبيعي وبيقصوا مع مدرسينهم في العمل وبيطبقوا معنا ويشوفوا شكل البطرون بتاعنا اللي إحنا بنشرحه بيبقى شكله عامل زي لما بنعمل بموديل جديد في سنة اولى نسترجع كده مع بعض حضراتكم كنت درسته في مادة البطرونات اتعرفنا الاول على انواع الخطوط وعرفنا الالوان وابتدينا في الرسم الفني خصوصا في جزئيتين اتنين مبدئيا خاصين بملابس النساء وحاجة بسيطة خالص كانت الجونيلا او الجب وتاني حاجة اخدتها هو البنطلون الحريم طبعا دي بدايات بسيطة خالص بتدرسوها بنعرف بدايات الرسم الفني بتبقى حاجة بسيطة خطوطها ولينا بعد كده انتقلنا للمرحلة اللي بعديها وهي كان الصف الثاني ودرسنا فيه كان الترمي الاول معنا كان عبارة عن منابس الاطفال قدرنا نعرف البطرون الخاص بالفستان الطفلة او الكرساج وطولناه بعد كده ازاي يبقى فستان طفلة وشوفنا منه ازاي موديلات كتيرة نقدر ننفذها ونعملها وازاي عملنا بتدينا نجرب عملية تعشي أجزاء البطرون الخاص بكل نفستان او كل تصميم من الفستين كملنا بعد كده فيه نفس الترمي برضو بالنسبة للاطفال اخدنا البطرون الخاص بالاميس والبنطلون للطفل وبرضو جربنا ازاي ننفذ نعمل الخطوات الاساسية للرسم الفني للبطرون بتاعه وازاي نقدر نطلع الاجزاء بتاعته وازاي نقدر نعمل عملية تعشيء ليه وبالتابعية برضو البنطلون الخاص بالاطفال ده كان في الترمي الاول في الصف الثاني جينا الترمي التاني للصف الثاني ابتدينا بقى نكبر شوية وبتدينا نشوف معانا نوعيات الملابس الخاصة بملابس الرجال وشوفنا مع بعض انوعين من الامصان كان الكلاسيكي والسبور وشوفنا برضو البنطلون الرجالي وعرفنا الفرق بين خطوات رسم البطرون الكلاسيكي والاميس لسبور وعرفنا نفرق ما بينهم وعملنا اجزاء وتعشيء للاميس ده الواحده اجزاء وتعشيء للاميس لسبور الواحده وبعد كده ابتدينا نعمل الرسم الفني الخاص بالبنطلون الرجالي وبرضو نفس الجزئية عملنا اعداد لي طلعنا كل جزء من اجزاء البنطلون لوحده وبعد كده عشقناهم مع بعض يعني حطينا الاجزاء جنب بعض على القماش بحيث ان هو يوفر معايا اكبر قدر من الهادر يعني ما استهلكش قماش كتير بحيث ان هو يوفر علي كمية القماش اللي انا هستهلكها ده كان بالنسبة للصف التاني لحد ما احنا اخدنا السنة اللي فاتت وبعد كده هننتقل مع بعض ان شاء الله للصف الثالث اللي احنا فيه السنة دي في بداية حلقاتنا قبل ما هبتدي معاكم نوضح مع بعض كده ايه هي نوعيات البطرونات اللي احنا هندرسها وهنستفاد منها ايه احب اذكر تاني طلابنا وطالباتنا بالرؤية العامة للتعليم ورسالة التعليم الفني الصناعي الخاص بنا احنا احنا بندرس التعليم الفني اصلا ليه ايه الهدف منه في بدايتنا كده هنا مبدئيا احنا اللي همنا ان احنا كوزارة ان هي تخرج طلاب على درجة عالية من الكفاءة ليس من الناحية النظرية فقط ان احنا نبقى عارفين كلام بس يعني البطرون ده بننفزه واحد اتنين تلاتة بالخطوات بس لا احنا كمان يهمنا ان احنا نخرج طالب على درجة عالية ومهارة من الناحية التنفيذية الناحية التنفيذية الخاصة فيه الخاصة بجزئية المادة بتاعتنا اللي هي الرسم الفني ازاي انا اقدر من خلال المقاسات اللي معروضة علي او المقاسات الشخصية اللي انا اخدتها لنفسي او المقاسات اللي موجودة في جداول القياسات زي ما احنا هنشوف مع بعض في حلقاتنا النهاردة ازاي نقدر استعين بيها وحول الارقام دي من خطوط هندسية افقية ورأسية بحيث ان هي تديني خطوط على الورق تتحول معايا لشكل مجسم لما يجي قصة على القماش تتحول معايا لمنتج ملبسي على القماش اقدر البسو ده اللي يهمنا كوزارة او كفكرة عام للتعليم الفني وخاصة التعليم الفني الصناعي وبالنسبة لتخصصنا ان احنا نخرج طالب على قدر عالي من المهارة نظريا وعمليا يعني في الناحية النظرية واحد اتنين تلاتة الخطوات يبقى هو متطلع دايما على كل ما هو جديد في المجال الخاص بتاعنا في تخصص الملابس الجهزة سواء كان معدات سواء كان آلات طريقة جودة طريقة رسم البطرون نفسه والاعداد والتعشيق بتاعه او رسمه على الكمبيوتر ممكن يدويا وممكن على الكمبيوتر ازاي انا قدر في تخزين عندي على الكمبيوتر اقدر استعين بانه كل ما هو جديد وتكنولوجي في مجال التخصص بتاعنا وزارة التربية والتعليم الرؤية والرسالة بتاعتها ان انت تكون على دراية من الناحية النظرية بكل ده بجانب الناحية العملية ان انت تشوف ده بعينك برؤية عينك وفي نفس الوقت تنفزه بيه ده لو ما كانش الامكانيات دي موجودة عندنا في اطار المدرسة بتاعتنا او في الجزء العملي بتاعنا بنعمل زيارات ميدانية طبعا تحت اشراف المدرسة بتاعتنا والمدرسين بتاعنا وبناخد اذنه وبنروح نزور مصانع على درجة عالية من الجودة وبنوضح لحضرتك كل ما هو تكنولوجي وموجود في مجال تخصصنا يبقى على اساسه تبقى على درجة عالية من المهارة من ناحية النظرية ومن ناحية المهارية العملية نشوف مع بعض كده الرؤية والرسالة الخاصة بالتعليم الفني بصوا كده حضراتكم معايا بيقولني اول حاجة يمكن للتعليم الفني ان يلعب دورا رئيسيا في تأهيل عدد كبير من الشباب المقصود بالشباب اللي هم الطلبة والطالبات بتاعنا في مجالات المختلفة الخاصة بالتعليم الفني وتزودهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات السوق تمام المهارات والقدرات اللي بتسمح لهم بتلبية احتياجات السوق اللي هو المقصود بها المستهلكين اللي انت هتنتج لهم اللي انت هتنفذ لهم اللي انت درسته واللي انت عرفته في مراحل الدراسية الخاصة بيك تمام من خلال اعداد خرجين زوي مستوى عالي من التعليم تمام دي الناحية النظرية ولديهم مهارة فنية عالية مهارة فنية عالية هي اللي انت حضرتك بتنفزه بايدك سواء كان على الورق او على القماش او قدام المكينة هو ده اللي حضرتك احنا عايزين نوصل به معاك ان انت تكون عارف من الناحية التعليمية النظرية وفي نفس الوقت الناحية المهارية اللي بتنفزه بايدك لما تنفز حاجة تلاقي مشتري ليها او مستهلك ليها عايزها لانت مش هتنفز حاجة ومش هتلاقي حد محتاجها يبقى انت كده خسرت خسرت فلوسك وخسرت مجهودك ومش هيبقى عندك ثقة في نفسك لكن كل اللي احنا طالبينه من حضرتك ان انت يكون عندك دراية وتبقى عارف السوق محتاج ايه وتنفز للسوق اللي هو عايزه اللي هو الشخصيات او الافراد اللي حضرتك هتبع لهم المنتج بتاعك نكمل ويكونوا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المقصود بالتكنولوجيا الحديثة زي ما احنا لسا قالين كل ما هو جديد ومتطور في المجالات المختلفة الخاصة بالتعليم الفني وبالنسبة لنا المجال التخصص بتاعنا تخصص الملابس الجهزة كل ما هو متطور وجديد في مجال التصميم في مجال الخامات وفحص الخامات انتاج الخامات نفسها نوعيات الخامات الجديدة اللي احنا هنستخدمها المعدات والآلات الخاصة بالكي وتشغيل الماكينات اعداد البطرونات طرق القص المختلفة نوعيات الماكينات الجديدة والتكنولوجيا اللي بتتضف لها السرعات الجديدة المختلفة اللي بتقوي من سرعتها عشان تزيد من كمية الانتاج كل ما هو جديد هي دي التكنولوجيا اللي حضرتك مفروض بتكون او احنا كوزارة تربية وتعليم بتتطلع ان حضرتك تكون على دراية بيها نكمل مع بعض بيقول لي برضو فيه ضوء ذلك بتعمل وزارة التربية والتعليم الفني على تدشين نظام جديد للتعليم الفني يعني بنعمل نظام جديد بيواكب المعايير الدولية يعني فيه كثير بيقول ده التعليم الفني ده اللي مقدرش مثلا يدخل سنوية عامة اللي مقدرش يجيب مجموع عالي اللي مش هيعرف يزاكر مثلا هو ده اللي هيدخل مجال التعليم الفني لا طبعا كل الكلام ده كلام خاطئ ومالوش اي علاقة بالصحة نهائيا لان احنا دلوقتي في وزارة التربية والتعليم هي اسمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقصود بيها هنا ربط الاتنين مع بعض ان احنا عايزين التعليم الفني بيرتقي بيرتقي لدرجة عالية بيوازي ما هو متعرف عليه اللي هو السنوية العامة او التعليم العام طيب هيرتقي ازاي نحنا في نظام جديد بنخليه مرتبط بين الدحية الدولية محطوب او منظم او مترتب على نفس المعايير الدولية يعني اللي حضرتك بتدرسه هنا زي حضرتك هنا في الدول الخارجية او الدول الاوروبية او خلافه بيدرس نفس اللي حضرتك بتدرسه او لما حضرتك تخرج برا بتكون على نفس المستوى العلمي اللي هما درسوه من الناحية النظرية ومن الناحية العملية المهارية اليدوية وبتكون برضو من الناحية التكنولوجية ان حضرتك تطلعت وشفت كل ما هو جديد يعني مش هينقص حضرتك في مجال التعليم الفني اي شيء عن التعليم الفني للدول الخارجية الاخرى ده اللي بتسعى اليه وزارة التربية والتعليم في النظام بتاعها الجديد نكمل مع بعض ويوجد ويعد نظام التعليم الفني برنامج مبتكر سيكون بمثابة رأس الحربة في عملية تحويل نظام التعليم الفني المصري وذلك على اساس رؤية جديدة ونهج مستدام يعني مستمر لتطوير ورفع مستوى العمالة المصرية يعني مش مطالب من حضرتك ان انت تكون عامل فقط قاعد على مكانة فقط مش فاهم غير ان حضرتك مطلوب منك تعمل المرحلة دي او خط الخياطة دي فقط لا مش هو ده اللي بتسعى اليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا بالعكس في مجال التعليم الفني او الرؤية الخاصة بمجال التعليم الفني في مجالاتها المختلفة وخاصة في تخصص الملابس الجاهزة ان حضرتك تكون قاعد على المكينة حتى لو بتعمل مرحلة واحدة من مراحل الانتاج الخاصة بمنتج معين لا انت برضو بتكون على دراية وعلم بجميع المراحل الاخرى يعني مش مقتصر على مرحلة واحدة تبقى عامل لمرحلة فقط لا عامل متفتح ومتطلع على كل ما هو جديد وتكنولوجي في هذا المجال بالنسبة ان دي كده هي رؤية ورسالة التعليم الفني نبتدي بقى مع بعض في مجال حلقتنا النهاردة وهي اهداف مادة الرسم الفني احنا هندرس المادة دي في السنة دي اللي هو الصف الثالث تخصص الملابس الجاهزة هندرس فيها ايه؟ المطلوب ان احنا نطلع من الدراسة بتاعتنا دي مستفدين بايه؟ نشوف مع بعض كده بيقول لي اول حاجة التعرف على جدول المقاسات الخاصة بالنساء احنا في بدايتنا كده يبقى احنا كلامنا كله على الملابس النسائية يبقى احنا كل دراستنا ان شاء الله في الصف الثالث ملابس خاصة بالملابس الحريمة او ملابس النساء يبقى اول حاجة احنا محتاجين نعرفها هو التعرف على جدول المقاسات الخاصة بالنساء تاني حاجة التعرف على طريقة اعداد النموذج الاساسي للبيجامة الحريمة يبقى اول حاجة هناخدها مع بعض فيه بيجامة حريمة هنلفزها ومعنى ان فيه بيجامة يعني فيه جاكت وفيه بانطلور تمام التعرف على طريقة اعداد النموذج الاساسي الكامل النموذج الاساسي الكامل زي ما اخدنا فيه سنة تانية بالنسبة للملابس الاطفال كان فيه كورساج لما عملنا الفستان وبعد كده طولنا كورساج اللي هي وصلة معايا لمنطقة الوسط او منطقة الارداف يجي معايا بعد كده لما اقول عليه كامل يبقى بيطول معايا الكورساج ده بالطول اللي انا عايزاه يبقى لمنطقة الكورساج بتاعتي احنا بنرسم خطوات اساسية للرسم الكورساج الكورساج بيكون لمنطقة الخسر او الوسط بس او منطقة الارداف اللي هي اكبر منطقة موجودة في الجسم لما يجي اقول لحضرتك هنتعرف على خطوات رسم النموذج الاساسي الكامل يبقى هيطول معايا الكورساج ده للطول اللي انا عايزاه ممكن يكمل معايا يبقى لفستان أقدر أنفس به أو عبايا تمام كده يعرفنا إيه المقصود به النموذج الأساسي الكامل نكمل مع بعض كمان هنتعرف على طريقة رسم النموذج الأساسي للجاكت الحريمي الصيفي تمام وفيه فرق بين الجاكت الحريمي الصيفي والشتوي بتفرق معانا في نوعية الخامة اللي احنا هنفزها هنستخدمها في التنفيذ وعلى أساسها بتفرق معانا سماحيات الإضافة يعني احنا دايما بيبقى فيه عندنا قوانين بنمشي عليها وليكن نص محيط الصدر زائد خمسة سنطي مثلا في رسم البلوز أو الجاكت الصيفي لا في الملابس الشتوي أو الجاكت الشتوي لا بدل الخامسة دون ممكن أخليهم سبعة أو تمانية ده على حسب نوع الخامة اللي انا بستخدمها والاتساع اللي انا محتاجه لأن أحيانا في فصل الشتاء طبعا بيتلبس تحت الجواكت ممكن قطعة أو اتنين للتدفئة لكن في الملابس الصيفية فمش هنبقى محتاجين ده فهو هنا احنا في مجال دراستنا في هذا العام احنا بندرس الجاكت الصيفي فقط اللي هو الأبعاد اللي احنا بنزودها بتتقارب مع أبعاد البلوز أو الكورساج الأساسي اللي احنا بنستخدمه نيجي بقى نشوف المنهج بتاعنا اللي احنا هندرسه ايه مبدئيا كده احنا بنتكلم على ملابس النساء يبقى أول حاجة احنا محتاجين نعرفها عندي ان المنهج بتاعي متقسم معايا لتلات أبواب نشوف معنا الباب الأول كده بيتكلم على أول حاجة محتاجين نعرفها جداول مأسات النساء ايه هي الصور بتاعتها اشكالها ايه هي كلها شكل واحد وانا فيه اشكال مختلفة هنشوف الكلام ده مع بعض تاني حاجة دراسة النموذج الأساسي للكرساج والمقصود بالنموذج الأساسي للكرساج اللي هو زي ما احنا قلنا الجزء العلوي من الجسم اللي هو لحد منطقة الخسر او الارداف ده بنسميه الكرساج ده هندرسه بالتفصيل الخطوات بتاعته هنشتغلها مع بعض ان شاء الله تالت حاجة هندرسها مع بعض تشكيل الخسر في الكرساج والمقصود بتشكيل الخسر هو عملية تديق تديق للخسر او الخسر طبعا تعرف عليه او احنا عارفين ان الخسر هو الوسط طيب انا لما بعمل الكرساج بتاعي بيبقى عرض منطقة في الجسم عادة بيكون منطقة الصدر تمام انا عملته على عرض الصدر طيب والوسط طبيعي ان الوسط بيكون اقل من الصدر فاحنا عايزين نعمل تديق او تقليل للمساحة اللي موجودة عند منطقة الوسط او الخسر فهو ده اللي بنسميه تشكيل الخسر اللي احنا بنعمل عملية نحت للقماش او تقليل لكمية القماش عند منطقة الوسط ده اللي مقصود بيها تشكيل الخسر وهنشوف مع بعض ازاي بننفذ الخطوات دي مع بعض نيجي بعد كده دراسة لاماكن المختلفة لتصريف بنسة الصدر وبنسة الكتف تصريف بنسة الصدر الاساسية وبنسة الكتف طبيعي فيه ملابس النساء فيه طبيعة خاصة لجسم المرأة فبيختلف معانا عن ملابس الاطفال وملابس الرجال فبيفرق معانا بنعمل حاجة اسمها بنسة الصدر ودي اللي بتديني الارتفاع اللازم او البروز اللازم حسب جسم المرأة فده موجود معايا في الجزء الخاص بالامام طيب وفيه بنسة تانية بيقولي عليها هي بنسة الكتف بنسة الكتف دي دي مكانها في الخلف يبقى بنسة الصدر موجودة في الامام وبنسة الكتف زي ما هنشوف مع بعض بعد كده موجودة في كتف الخلف نيسة الامام طب ليه موجودة عندي في كتف الخلف لان احنا عندنا في الخلف هنا في عظمة اسمها عظمة اللوح للناس اللي درست تشريح للجسم او كده في عظمة عندنا في الظهر وراء هي عظمة اللوح فبتبقى عاملة ارتفاع بسيط بس مش نفس الارتفاع اللي موجود في منطقة الامام او في الصدر من امام فبنعملها بنسة صغيرة عند الكتف من هنا يبقى أنا عندي بنسة الصدر في الأمام لتدي الارتفاع اللازم للبروز الخاص بجسم المرأة من الأمام وعندي بنسة في كتف الخلف من وراء بتبقى بنسة صغيرة عشان خاطر عظمة اللوح الموجودة في الجسم حسب طبيعة جسم المرأة تمام؟ يبقى احنا كده عارفنا ان احنا محتاجين في الباب الأول هندرس او هنشوف مع بعض الصور المختلفة من جداول القياسات الخاصة بالنساء هندرس مع بعض الطريقة الأساسية لرسم الكورساج الأساسي لجسم المرأة تاني حاجة او تالت حاجة تشكيل او تكسيم الخسر او الخاص بجسم المرأة ورابع حاجة معانا اللي هو هندرس تصريف او بنسميها نقل بنسة الصدر اللي موجودة هنا هننقلها لأماكن مختلفة وهنشوف مع بعض لما هنيجي ندرس عملية النقل او تصريف بنسة الصدر دي لما باجي نقلها من مكان لآخر بتديني تصميمات مختلفة او اشكال مختلفة للبلوزات او الفستين اللي احنا ممكن نقدر ننفذها فهيوريني اماكن مختلفة انصرفها او ننقلها من مكانها الاساسي اللي هو عند منطقة الصدر لأماكن مختلفة ممكن في الكتب في حردة القبط في خط الجنب هنشوف مع بعض موديلات مختلفة هننقل بنسة الصدر وبنسة الكتب طب ايه تاني هندرسه مع بعض في الباب الاول نشوف مع بعض كده بيقول لي دراسة طريقة اعداد النموذج الاساسي يبقى فيه نموذج اساسي تاني برضو اهو للكرساج بس المراضي ده المختلف اهو بيقول لي بدون بنسات بدون بنسات وده بنسميه الفضفاض اه يبقى انا كده اقدر ارسم نوعين للكرساج لجسم المرأة واحد ببنسة واحد بدون بنسة اه بنقول ده فعلا موجود ممكن ارسم فيه ناس ما بتحبش اللبس بتاعها يكون فيه اي نوع من انواع البنسات تمام فبنرسم موديل تاني او كرساج بطريقة اخرى بيكون بدون بنسات يبقى انا عندي هندرس مع بعض نوعين من الكرساج واحد ببنسة واخر بدون بنسة اللي احنا بنسميه الفضفاض عادة ما بيستخدم اللي هو بدون بنسة او بنسميه الفضفاض لعمل الملابس الوسعة الكاجول او البجامات اللي بتكون حاجات مريحة للبيت وهنشوف مع بعض ازاي هنرسمه وهيكون الطريقة مختلفة في اين نكمل مع بعض برضو بيقول لي هندرس مع بعض طريقة اعداد النموذج الاساسي الكامل زي ما احنا قلنا ودرسناه قبل كده في الصف التاني لملابس الاطفال عملنا كرساج وبعد كده طولناه بقى نقدر نستخدمه في رسم الفستان فاحنا برضو في الملابس الحريمي هنعمل الكرساج الاساسي ونطوله نقدر نكمل به ونرسم به بعد كده معانا موديلات مختلفة للفساتين فيه برضو هندرس مع بعض حالات الارداف السلاسة حالات الارداف السلاسة اللي هي الخاصة برضو حسب طبيعة جسم المرأة فيه اجسام طبعا على مستوى العالم مش في مصر بس اجسام المرأة بتكون مختلفة احيانا بنلاقي منطقة الوسط بينزل تحت منها الارداف بتكون اكبر من منطقة الصدر تمام فبتلاقي حجم الارداف اكبر فبنقول في الحالة دي ان منطقة الارداف اكبر من عرض البترون زي ما احنا هنشوف طيب دي هحلها ازاي ما انا برسم البترون بيكون شكل مستطيل معايا ففوق زي تحت طيب انا عندي في جسم المرأة اللي موجود قدامي دلوقتي محتاجين منطقة الارداف تبقى اكبر هنشوف مع بعض بحسبة صغيرة ازاي في رسم البترون اخلي منطقة الارداف اكبر من عرض البترون اللي موجود عندي فوق دي حالة من الحالات ان الارداف بتكون اكبر من عرض البترون في حالة تانية بتكون حالات الأرداف أصغر من منطقة الصدر فبنلاقي جسم المرأة في الحالة دي بيكون الجزء العلوي بيكون عريض أما منطقة الأرداف بتكون أقل مش شرط الكلام ده في مصر احنا بنتكلم على مستوى العالم الحالات اللي احنا بنقول عليها دي في مستوى العالم كله والجداول القياسية اللي احنا هندرسها هي جداول قياسية على المستوى العالمي احنا بنتكلمش على مصر بس أو دولة بعينها فالحالة تانية بتكون زي ما احنا قلنا ان الأرداف بتكون أقل من عرض البترون فاحنا هنشوف برضو بالحزبة الصغيرة ازاي أقل في منطقة الأرداف دي حاجة وتكسيم أو تشكيل الخسر حاجة تانية الحالة التالتة اللي احنا بنتكلم عليها ان حالة الأرداف منطقة الأرداف بتساوي عرض البترون يعني الجسم بيديني شكل المستطيل فعلا زي ما احنا بنرسم البترون بتاعنا بيكون الجزء العلوي مساوي لمنطقة الأرداف اللي هو الجزء السفلي ده بيعرفنا بعد كده لو انتوا بتشوفوا على الانترنت أو غيره بيبقى فينا أنماط للأجسام أو أشكال لأجسام جسم المرأة فيه بيديني شكل مستطيل فيه بيديني شكل الساعة الرملية فيه بيديني شكل المسلس هو دي الحالات الأرداف اللي احنا بنتكلم عليها بتلاقي أحيانا أنه فوق أقل من تحت أو العكس بيبقى فوق أعرض من تحت أو اللي اتنين بيكونوا قد بعض أو بالساعة الرملية بنلاقي أن الجزء الفوق قد اللي تحت لكن منطقة الخسر بتكون أقل منطقة فبتبقى بينة معايا كأنها ساعة رملية فدي الحالات التلاتة اللي احنا هندرسها مع بعض إن شاء الله هنيجي نشوف برضو مع بعض حاجة دراسة تانية في الباب الأول هي دراسة تدريج النموذج اللي هو البترون والمقصود بيه إن احنا هندرج مع بعض الكرساج والكم طيب يعني إيه كلمة تدريج؟ والله أنا صاحب مصنع تمام؟ ومحتاج أعمل طلبية جالي حد بيطلب مني طلبية وليكن لبلوزة حريمي محتاج إن أنا أنفزها طالبها مني بتلات مأسات طيب أنا عندي البترونست اللي موجود عندي هيقعد يرسم الخطوات الأساسية للكرساج ثلاث مرات مرة بالمأس مثلا لسمول ومرة باللرج ومرة بالإكس لرج ده هياخد مني وقت ومجهود ويعني مش هقدر أنفز في الطلبية في الوقت اللي أنا محدد به مع العميل بتاعي ففيه طريقة تانية بتبقى سهلة جدا هي عملية التدريج المقصود بيه إيه؟ إن أنا برسم أنا لو مطلوب مني ثلاث مأسات سمول وميديم ولرج باخد المأس الوسط اللي هو اللي في النص هو ده اللي برسم الكرساج بالخطوات الأساسية بتاعته كلها وبحط الموديل عليه إن لو أنا متفق مع العميل بتاعي على تصميم معين وبحط التصميم بتاعي على البترون الأساسي وباجي بعد كده أعمل عملية تجبير وتصغير للكرساج ده إزاي؟ يعني باجي من زي ما احنا هنشوف مع بعض باجي من الاركان الأساسية يعني مثلا تقابل الرقبة مع الكتف هنا في نقطة نهاية الكتف وتقابلها مع حردة الإبط نهاية الكرساج نفسه وتقطعه مع خط نهاية المنتج بتاعي وبعمل خط مايل بعمل خط مايل كده بزاوية معينة على أساسها بعمل عملية تجبير وتصغير فبلاقي حجم المنتج بتاعي أنا في الوسط بيكبر معايا بيعرض من فوق ولما باجي بلاقيه في واحد بقى براه وفي واحد بقى على حدوده من جوه دي عملية تجبير وتصغير فاحنا بنسميها تدريج للبترون بتاعي أو للنماذج بتاعتي دي اللي احنا هنرسمها مع بعض ودي هتفيدنا للناس اللي بتعمل كمان مشروع بالنسبة لسنة خمسة اللي هو دبلومات الخمس سنوات بيعملوا في سنة خمسة عندهم مشروع فبينفزوا للتصميم الواحد أربع قطعا بيعملوا بموديلات مختلفة يعني احنا رسمنا موديل واحد بطرون مثلا وليكن شورت بطرون بلوزة بطرون جيبة أيا كان وبيطلب من حضرتك ان انت تعمل لكل موديل تدريج بمقاسات أكبر وأصغر وبتعشق الأجزاء دي كلها مع بعض بحيث ان انت لو تعرضت للموقف ده في مصنع أو في شغل خاص بيك انت وتبقى متضرب ازاي تعمل الكلام ده فاحنا بنجمع ساعتها التلت مقاسات مع بعض وبنعشقهم مع بعض على فرشة قماشة واحدة أو على ترابيزة واحدة وده هنشوفه مع بعض ان شاء الله بالتفصيل أثناء الشرح نيجي نكمل مع بعض الباب التاني بقى هناخد فيه ايه بصوا كده حضراتكم معايا هيفكرني تاني بجدول المقاسات الخاص بملابس النساء وبعد كده يعرفني طريقة استخراج المقاس الصحيح من جدول المقاسات القياسية للنساء هنعرف مبدئيا يعني ايه جداول قياسية وايه المقصود بيها زي ما احنا هنشوف مع بعض بوجه عام كده هنعرف ان هي زي ما احنا لسه قايلين ان هي مش جداول خاصة بدولة معينة او بمصر فقط هي جداول بتكون اتعرضت لها مجموعة من النساء اخدنا مقاسات مختلفة للنساء على مستوى العالم وعملنا جدول قياسي بحيث ان وليكن شخصية المرأة اللي طولها وليكن كذا هنلاقي محيط الصدر بتاعها قد كده محيط الوسط قد كده محيط الارضاف قد كده طول الظهر طول وهكذا المقاسات المختلفة ممكن على حسب الاطوال بيكون لكل مقاس بنسميه بقى small medium large بنسميه 38 40 42 بمسميات مختلفة على حسب كل دولة يعني النظام الامريكي النظام الاوروبي هي دي الانظمة القياسية اللي احنا بنبقى متعرفين عليها بحيث ان لو حد من عندي هنا من مصر حاب يصدر لدولة اوروبية او لدولة امريكية بيجيب الجدول القياسي ده اللي هو بيبقى موجود في هيئة التوحيد القياسي بيجيبه بيعرف المقاسات المتعارفة عليها في الدول دي او النظام اللي هم شغالين بي ايه وعلى اساسه بفصل لهم او بنفس لهم الطلبية بتاعتهم بالمقاسات اللي موجودة عندي فهو هنا بيعرفني ازاي اقدر استخرج مقاس منه لو انا عايز اعمل مقاس سمول او لو انا عايز اعمل مقاس لرج بشوف المقاس من فوق مكتوب وبعد كده باخد الجزئية اللي تحت منه دي كلها الارقام اللي تحت منه دي كلها دي بيكون المقاسات الخاصة بيه طيب لو انا عايز اعمل حاجة خاصة بي انا شخصيا فباجي اخد محيط الصدر او لأي حد تاني هنفز له قطعة ملبسية باخد محيط الصدر بتاع المرأة اللي موجودة قدامي وبشوف جدول القاسات محيط الصدر ده وليكن مثلا 96 بشوف محيط الصدر اللي 96 باخد كل الارقام اللي تحت منه دي بتكون بتاعته طول الظهر عم كل ايه طول الزراع وهكذا دي بتكون المقاسات الخاصة بيه زي ما هنشوف مع بعض دلوقت هيجي بعد كده هيقول لي ان احنا من خلال جدول القياسات دي ومن خلال النمازج الاساسية اللي احنا اخدناها سواء كان البنسة او البدون بنسة اللي هو الفتفاض هنعرف مع بعض نعمل نوعيات مختلفة من البجامات سواء كان بقى بمرد كروازي بمرد بسيط بمرد تركيب فيها كم مثلا فيه جديهات كم فيه كشكشة ركبنا لها كل سبور ركبنا لها من غير كولة خالص وعملنا لها انفرم او سجاف داخلي كل ده هنشوفه مع بعض لو البجامة مثلا وليكن بخمتين مختلفتين ازاي اقدر اعمل اعداد لارسم البطرون بتاعي وحط الموديل او التصميم عليه بعد كده اعمل اعداد للبطرون بتاعي بحيث ان انا اخرج كل جزئية من البطرون الوحديها واشوف دي من الخامة وليكن السادة بحط الاجزاء بتاعتها بالاتجاه النسيج المزبوط على القماشة السادة والاجزاء المنقوشة اللي موجودة عندي في الموديل او التصميم اللي انا متفق فيه مع العميل بجمعه مع بعض وعشقه على القماشة المنقوشة وهكذا تمام هيجي برضو بعد كده هنا هو بيعرفني كيفية الاعداد والتعشي لنموذج البجامة الحريمي برضو بيقول لي هنعمل تصميمات متنوعة للبلوزات البلوزات الحريمي اللي احنا اخدنا الكرساج بتاعها بس بيقول لي مع مراعات اختلاف تصميمات الاكوال والاكمام يعني ايه الكلام ده يعني بيقول لي فيه نوعيات مختلفة من الاكمام زي ما هنشوف مع بعض مثلا وليكن فيه الاكوال عندي الكل البسيط سوري الكل اللي سبور الكل البحاري الكل الأوفيسي فيه الكل شال فيه الكل تايير دي نوعيات مختلفة من الاكوال احنا مش هنشرح كل جزئية لوحديها لا احنا هنشرحها في قلب التصميم في قلب المودل نفسه فانا هيبقى خلاص انا بالنسبة للكرساج الاساسي خلاص احنا عرفنا في بداية السنة بتاعتنا خطوات وازاي بزود عليه مع وضع التصميم على الباترون بزود حاجة جديدة ما بقى انا لسه عرفها جديد هي نوعية الاكوال فيه مثلا ممكن الاكمام هبقى انا فيه عندي كم بسيط كم التركيب العادي خالص اللي هو زي اي كم مفيش مشكلة فيه عندي الكم الرجلان فيه عندي الكم الكيمونو فيه عندي الكم اللي هو بقطعتين اللي احنا هنشوفه بعد كده وبيكون افضل او خاصة بالجواكت الحريمي سواء كان الصيفية او الشتوية اللي احنا بنسميه الكم القطعتين بيبقى فيه الجزء العلوي الوحده والجزء السفلي منه الوحده بيبقى عبارة عن قطعتين هنشوفه مع بعض كل واحد منهم هيكون عامل زي هل الكم بكشكشة من فوق كشكشة من فوقه من تحت فيه جديهات من اسفل مع كل موديل من البلوزات هنعرف تصميم جديد وازاي نرسم البطرون بتاع كل كم وكل كول برضو بعد كده بيطلب هنا بقى مني بصوا حضراتكم اعداد وتعشيق لسلاس مقاسات بصوا كده معايا اعداد وتعشيق لسلاس مقاسات لقطعة واحدة من القطع السابق دراستها سواء بقى كانت بلوزة سواء كانت فستان سواء كان لما هنشوف بعد كده الجاكت يعني دي محتاجة عملية التدريج اللي احنا كنا لسه قيلين عليها يبقى انا رسمت الكورساج الاساسي وحطيت عليه التصميم بتاعي وعملت عملية الاعداد ومعنى كلمة الاعداد زي ما احنا قلنا او شفنا قبل كده في السنين اللي فاتت ان بطلع كل جزئية من التصميم او كل قصة بتكون لوحدها وبعمل لها عملية التدريج التدريج هو طلب مني هنا لتلات مقاسات يبقى انا برسم المقاس الاساسي اللي موجودة عندي في النص وزي ما قلنا بالخطوط الميلة اللي هنشوفها بعد كده مع بعض بعمل عملية تجبير بيبقى خط خارجي والتصغير بيكون نفس الشكل بس بيكون للداخل فبيكون المقاس اصغر يبقى اكبر واصغر واخد الثلاث اجزاء دول مع بعض الثلاث بطرونات واعمل عملية تعشيق ترتيب لاجزاء البطرون الثلاث مقاسات مع بعض في عرض القماش اللي هيكون محددهولي وليكن مية وعشرين مية واربعين مية وستين زي ما هنشوف بقى ساعتها التصميمات يتحطيلي او يترتبلي اجزاء البطرونات دي الثلاثة في حدود عرض القماش والطول بقى اللي احنا هنحدده لانه هو يطلب مني في الآخر بعد ما عشرقت الثلاث مقاسات دول مع بعض انا استهلكت كمية قماش قد ايه او انا محتاج اشتري كمية قماش قد ايه لتنفيذ الثلاث مقاسات دول مع بعض للتصميم الواحد تمام هيجي برضو يقول لي حاجة جديدة ما نيجي نعملها تنفيذ ده على الحاسب الآلي يعني نجرب كده ازاي نرسم البطرون بتاعنا بالتصميم بتاعه على الحاسب الآلي وازاي ممكن برضو اجرب اعمل عملية تدريج وتعشيء للبطرونات دي على عرض قماش ثابت معي برضو ده يعني حضراتكم ان شاء الله بدأتوا تدرسوه شوية في مادة الحاسب الآلي عن طريق برنامج او نظام الاوتوكاد خدتوا البدايات بتاعته في سنة تانية ان شاء الله برضو هتكملوها في سنة تالتة ده يعني نظام اساسي او البداي للأوتوكاد ان احنا لسه في بداية حياتنا نعرف او نعرف ازاي ارسم بطرون على برنامج الاوتوكاد فاحنا هنجرب برضو ازاي في مادة الرسم الفني ازاي اجرب اعمل او ارسم البطرون بتاعي على الحاسب الآلي ازاي اجرب اعمل تدريج لي على الحاسب الآلي وما فيش مشكلة لو انا جربت برضو ازاي اعشاء التالت مقاسات مع بعض على عرض قماش ثابت على البطرون بتاعي تمام نيجي بعد كده نشوف الباب التالت بتاعنا هندرس فيه ايه بيقول لي اول حاجة هنعمل عمل تصميمات متنوعة للفستان هنا بقى الفستان تمام يبقى احنا اتكلمنا في الباب الاول عن الكرساج الاساسي وسواء كان البنسة او بدون بنسة جينا للباب التاني اخدنا فيه البجامة واخدنا البلوزة جينا بقى هنا للباب التالت اهو بنقول الفستان عمل تصميمات متنوعة للفستان نفس الحكاية مع مراعاة اختلاف تصميمات الاكمام والاكوال وطبعا احنا عرفنا ازاي هنرسم الفستان زي ما قلنا في بداية حلقتنا بنرسم الكرساج الاساسي وبعد كده بنكمله اللي احنا سميناه بعد كده النموذج الاساسي الكامل الكامل اللي احنا قلنا بيطول معايا للطول اللي انا عايزه هو ده اللي انا هستخدمه في رسم او اعداد البطرون الاساسي للفستان وعلى اساسه بقى بحط القصات بتاعتي وبحط الموديل بتاعي حسب التصميم الموجود قدامي مع اختلاف الاكوال ومع اختلاف نوعيات الاكمام على حسب كل موديل وعلى حسب الاقمشة كمان اللي هنشوفها هنعمل عملية اعداد وتعشيق لها ازاي هنا كمان بيقول ليهو كيفية اعداد تعشيق نموذج الفستان كمان جي بعد كده قال لي عمل تصميمات متنوعة للجاكت الحريمي وكيفية اعداد وتعشيق لنماذج الجاكت الحريمي وطبعا المقصود بالجاكت الحريم احنا اتفقنا ان احنا هندرس السنة دي الجاكت الحريمي الصيفي اللي هو بما يتقارب مع النموذج الاساسي للفستان برضو هنا بيقول لي هنعمل عملية اعداد وتعشيق للتلات مأسات لقطعة واحدة برضو من القطع السابقة اللي هي المقصود بيها مرة فستان هعمل منه تلات مأسات ومرة الجاكت هعمل منه تلات مأسات والتلات مأسات لكل واحد منهم هعشقهم مع بعض واشوف كمية الاماش اللي انا هحتاجها ايه يعني هختار موديل او تصميم لبلوزة هرسم البطرون الاساسي بتاعها وعمل عملية تجبير وتصغير اللي هو التدريج للبطرون بتاعي وعشق التلات مأسات مع بعض على عرض القماش اللي مطلوب مني وهشوف هستهل كمية قماش قديني نفس النظام ده هعمله مع الجاكت الحريمي بس طبعا بقى مع البطانة بتاعته الريفيرا بتاعته الكم بتاعه الكولة كل الكلام ده كله كل الاجزاء ولو كان ليه جيب او حاجة كل قطع اجزاء البطرون بعمل لها عملية تدريج تجبير وتصغير وعشق الاجزاء كلها مع بعض اللي هم التلات مأسات على عرض القماش اللي هيبقى متحدد لي وهشوف كمية القماش اللي انا هستهلكها قديني نفس النظام برضو هنقول لحضراتكم ان احنا هنجرب مع بعض ننفذ الكلام ده على الحاسب الآلي وزي ما اتفقنا هيكون ان شاء الله برنامج الاوتوكاد هو اللي هنستخدمه لانه هو ان احنا درسناه في سنة تانية وكملنا هيكمل معانا ان شاء الله في سنة تلتا فيكون سهل علينا ان شاء الله استخدامه وهي هتكون بابعاد بسيطة وسهلة ان شاء الله تمام ده كده اللي احنا استعرضنا مع بعض الباب الاول والباب التاني والباب التالت اللي احنا هندرسهم مع بعض طول السنة الدراسية بتاعتنا الترمي الاول والترمي التاني بالنسبة لنظام الخمس سنوات وبالنسبة لطلابنا في النظام التلت سنوات هم السنة بتاعتهم سنة كاملة فده اللي هيدرسوه على بعض طول السنة ان شاء الله نشوف مع بعض كده نبتدي جزئية جزئية كده بالتفصيل نشوف شكلها يكون عامل معنا ايه نبتدي كده في الباب الاول اول حاجة هنتعرض لها في الباب الاول شروط اخذ القياسات شروط اخذ القياسات اول حاجة بيقول لي انا علشان خاطر اخذ المقاسات خاصة بمرأة معينة حد انطلب مني ان انا اخذ له مقاسات وهنفذ له قطعة ملبسية سواء كانت بلوزة او فستان او بجامة او جاكت ايا كان فبيقول لي فيه نقط 1 2 3 لازم احطها في اعتباري لازم اكون دايما فاكرها وانا باخد المقاسات ايه هي بيقول لي اول حاجة هنبقى محتاجين ارتداء ملابس خفيفة عند اخذ القياسات يعني المرأة اللي موجودة قدامي ما تبقاش لابسها عدد قطعة فوق بعض تاني حاجة الوقوف بدون حزاء وبيكون في وضع معتدل يعني الجسم بتاعي بيكون بدون واقف بدون حزاء طيب امتى ألبس حزاء في حالة لو انا هعمل الفرض اللي قدامي ده او للشخصية اللي موجودة قدامي محتاج مثلا اعمل لها فستان صوري وعادة في الفستين الصوريهات بيبقى فيه كعب يعني المرأة بتلبس معايا كعب كده شوي فلو كانت هتلبس كعب لا هي مطالبة ان هي تلبس الحزاء اللي هو بكعب عشان لما يجي اخد الطول اللي مطلوب مني في عمل الفستان او في عمل القطعة اللي هي محتاجاها للصوري بتكون بي الكعب المطلوب بيبقى فيه ارتفاع فانا لو عملت استطول بدون الحزاء وهي جت لبسته بعد كده مع الحزاء اللي بكعب هيطلع قصير عليها تمام لكن لما انا اجي اخليها تلبس الحزاء اللي هي هتلبسه اثناء ارتداء المنتج اللي انا هعمله لها ده او اثناء ارتداء الفستان الصوريه اللي انا هعمله لها واجي ايستطول هيطلع مناسب مع الكعب لما تيجي تلبسه تمام يبقى طب هي هتنفع تلبسه بعد كده من غير الكعب لا برضو مش هينفع لان ساعتها يكون طويل جدا ملامس للأرض فممكن يعوقها أثناء الحركة يبقى بالذات في الملابس السوريات لو كانت المرأة بترتدي أحزية عالية بتلبسها أثناء أخذ القياسات في عادة ذلك هو باخد المقاسات بدون حزاء ويكون الجسم معتدل هنشوف مع بعض أن الجسم معتدل يكون الوجه للأمام الإيدين جنب بعض يعني جنب الجسم نازلين جنب الجسم الرجل جنب بعض وبصة لقدام أنا وقفة معتدلة الأكتاف كده يعني خط مستقيم أو مفروضة يعني الضهر مفروض دي الطريقة الصحيحة لأغز القياسات نكمل مع بعض بيقول لي كمان يربط شريط حول الخسر لضمان دقة أغز القياسات الرأسية يعني إيه الكلام ده احنا اتفقنا مبدئيا أن الخسر هو الوسط طيب مكانه فين بقى مكانه هي أقل منطقة في الجسم مكانه هي أقل منطقة في الجسم طيب بيقول لي إحنا محتاجين نربط حوليها شريط أو خيط أو أيا كان علشان خطر يحددلي المنطقة دي طيب هتفدني في إيه هتفدني في قياس طول الظهر طول الظهر زي ما هنشوف بعد كده مع حضرككم بنقيسه من عظمة الرأبة اللي موجودة وراء لحد منطقة الخسر وراء طيب هيتحددلي بقى منين منطقة الخسر دي ما أنا مش هبقى شايفها الشريط اللي أنا هلفه حوالين الوسط ده هو ده اللي هيقول لي دي منطقة الخسر أو هي دي منطقة الوسط كمان هيفدني أن فيه أحيانا زي ما احنا اتفقنا في نوعات الأجسام المختلفة لجسم المرأة قلنا أن فيه أحيانا بيكون الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت فالجسم بيبقى مديني شكل مستطيل فمنطقة الوسط مش متحددة تمام فمين اللي هيحددها لي الشريط لما يجي ألفه لأن المنطقة دي ما فيهاش عضل فلما هاجي ألف الشريط حوالين المنطقة دي هيقوم داخل معايا لجوة شوية فهعرف أن دي منطقة الوسط تمام يبقى هو هيفدني في أغز القياسات الطولية منطقة الضهر ببقى محتجاه طيب وإيه كمان لو أنا هعمل جونيلا لو أنا هعمل بانطلون القياس بتاعه بيبقى من الوسط لأسفل طيب أنا أحدد الوسط منين عن طريق الشريط يبقى دي القياسات الطولية أو الرأسية زي ما احنا موجود عندنا خلاص يبقى المنطقة دي هتتحدد وهتساعدني في قياس القياسات الطولية أو الرأسية بيكمل مع بقى بيقول لي استخدام شريط القياس اللي هو المعروف عليه أو اللي احنا بنقول عليه المزورة تمام وبيقول لي أنه هو لازم يكون من نوع جيد غير مطاط طيب لو كان مطاط طيب ما هيفرق معايا لما هاجي هشده كده هو قدامي مطاط هيفرق معايا أنه هيفرق في المصدرة لما هاجي أحدد بعد كده هو المفروض متقسم معايا لصنطي والصنطي في المزورة المفروض قد المصدرة لو هو اتمط وانا باقي جائس المحيطات هتلاقي القياسات اختلفت يبقى في الحالة دي لما اجي أرسم البطرون بتاعي هتطلع أبعاده غير مزبوطة يبقى أنا لازم أكون متأكدة ان شريط القياس بتاعي ده أو المزورة تكون جيدة وما تكونش ممطوطة يعني محدش مطها او انا مش شريها بايزة او ايا كان لازم أكون متأكدة ان هي مزبوطة او غير قابلة للمططي حاجة كمان لازم أخذ بالي منها بيقول لي ان في قياس محيطات الجسم بلف شريط القياس في خطوط مستقيمة افقية ولازم أخذ بالي ان هي يكون دون شد حول الاماكن المستديرة في الجسم مبدئيا المحيطات يعني ايه الدورانات تمام يبقى أنا ما يجي يقول لي قياس المحيطات في الجسم هي قياس الدورانات اللي هي محيط الصدر محيط الوسط محيط الارداف محيط اعلى الزراع محيط الاسورة او الرزغ بتاعي كل دي دورانات اللي انا بستخدم فيها المزورة فبيقول لي لما يجي اخذ القياسات دي اللي هي القياسات اللي هي بنسميها المحيطات بنقول ان هي لازم تكون افقية افقية يعني انا عندي تكون موازية لخط الارض يعني ما يكونش المزورة بتاعتي ميلة تمام يبقى الدوران بتاع المزورة بتاعي يكون أفقي موازي لخط الأرض كمان لازم يكون بيمر على أعلى ارتفاع موجود في الجسم عندي سواء كان في منطقة الصدر فبيمر على أعلى بروز موجود في منطقة الصدر من الأمام وأعلى ارتفاع موجود في عظمة الضهر من وره تمام في نفس الحكاية في الأرضاف لازم برضو يعدي معي على أعلى ارتفاع موجود في الجسم كل القياسات دي بيكون موازية لخط الأرض كمان بيأكد علي بيقول لي دون شد طب ليه دون شد ما أنا لو شديت على أساس أن أنا أبين مثلا أن أنا مقاساتي قليلة لما هاجي ألبس بعد كده الأماشة أو المنتج لما يتنفذ هلاقيه دايق علي مش هيطلع مقاسي يبقى أنا لازم بدون أشد برضو ودون ارتخاء يعني ما يبقاش فتفاض قوي وأنا باخد المقاس ما يبقاش المزورة مريحة معايا قوي ليه لأنه برضو هيديني أبعاد غير أبعاد جسمي لما هاجي ألبس المنتج بعد التنفيذ بتاعه هلاقيه مقاسه أكبر يبقى مش بمقاساتي أنا يبقى أنا برضو ما استفدتش حاجة أو لما هاجي هعمل الطلبية لمصنع هتبقى الأبعاد كلها متغيرة لما يجي يستلمها مني العميل هيرجعها لي هقول لي لا مش هي دي القياسات اللي احنا متفقين عليها تمام يبقى أنا لازم أخد بالي أن القياسات الأفقية تكون موازية للأرض وتكون على أعلى ارتفاع موجود في الجسم وتكون دون شد أو ارتخاء تمام بيقول لي بحيث يكون الشريط موازي للأرض كمان لازم ناخد بالنا من حاجة أن برضو القياسات الطولية أو الأطوال لازم تكون عمودية على الأرض يعني إحنا زي ما قلنا أن القياسات الأفقية بتكون موازية للأرض يعني الخط زي الخط الخطوط الرأسية أو القياسات الطولية لازم بتكون عمودية على خط الأرض يعني تكون بالطريقة دي ما يبقاش المظهورة بتاعتي ميلة دي الطريقة اللي احنا بنقيس بيها زي ما قدام حضراتكم نيجي بقى نشوف قياسات أبعاد الجسم اللي احنا بنبقى دايما محتاجينها أثناء رسم البطرونات بتاعتنا محيط الرقبة احنا اتفقنا أن المحيطات هي الدورانات محيط الرقبة محيط الصدر الخسر اللي هو الوسط طبعا محيط الأرداف عرض الضهر عرض الصدر طول الكتف طول الضهر طول الجنب ارتفاع الجسم اللي احنا بنسميه طول الحجر وده اللي نحتاجه في رسم البنطلون عمق الإبط عشان نقدر أحدد فتحة كروج الدراع وما تكونش دايقة علي أو واسعة بزيادة فده عمق الإبط طول الكم محيط الزراع محيط الرزق الرزق هو المعصم أو المكان اللي بيبقى موجود فيه الاسورة وحجم بنسة الصدر اللي احنا هنجيبها من جدول القياسات وده اللي بتساعدني على اعطاء الارتفاع اللازم اللي بيتناسب مع هيئة وجسم المرأة دي زي ما حضراتكو كده شايفين احنا عندنا وليكن المانيكان اللي واقف قدامي ده مرة من الأمام ومرة من الخلف بتاعي هو ده الطريقة اللي احنا هنستخدمها في القياس بيبين لي الخطوط الأفقية بتكون ازاي والخطوط الرأسية او القياسات الرأسية بتكون ازاي هنشوف بعد كده مع بعض بالتفصيل ان شاء الله كل خط كل رقم من ده بيتقاس ازاي زي ما هو كان موضح معانا قبل كده برضو هنعرف مع بعض مفهوم مقاسات الملابس ايه المقصود بالمقاسات نفسها وايه الفرق ما بينها وما بين القياس وايه الفرق ما بينها وما بين نظام اه فيه انظمة كده او جداول بنلاقيها او ملابس مكتوب على الليبل بتاعها اه تمانية وتلاتين ستة وتلاتين وهكذا او فيه نظام تاني او ليبل تاني مكتوب فيه تمانية عشرة اه اتناشر وهكذا فيه انظمة تانية او ليبل تاني او ملابس تانية بيكون موجود عليها بنظام السمول والميديم واللرج كل الكلام ده هنعرفه مع بعض بالتفصيل وهنكمل في الجداول المقاسات القياسية وهنعرف يعني ايه جداول قياسات قياسية وايه المقصود بيها والاشكال بتاعتها زي ما احنا كنا لسه مطلوب مننا ان احنا نعرف اشكالها ايه وايه الفرق ما بينها وطريقة ترتبها بيكون ازاي وهل فعلا بتتقسم معانا على حسب طول المرأة والقامة بتاعتها ولا لأ وهنشوف مع بعض ازاي اقدر احدد مقاس يعني لو انا مثلا عايزة مقاس 44 اقدر ازاي اطلعه من جدول القياسات زي ما هو هيبقى واضح قدامكم وهندرسه مع بعض ان شاء الله بالتفصيل ازاي اقدر اطلع المقاس نفسه اه وهكذا للاسف بتكون انتهت حلقاتنا النهاردة ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا ارجو ان انتوا تكونوا اطلعتوا على المقرر اه الدراسي اللي احنا ان شاء الله هندرسه في خلال السنة الدراسية بتاعتنا السنة دي ان شاء الله في مادة الرسم الفني على وعد ان شاء الله بلقاء جديد في الحلقة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته